حصلت سيول الأمطار التي شهدتها ولاية سكيكدا في الـ 24 ساعة الأخيرة عديد السكان في الربوة السياحية نين ببلدية فلفلة في ولاية سكيكدا ايضا بعد أن ارتفعت منسوب المياه ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية لامتصاص الكميات الكبيرة من المياه التي تسربت إلى المنازل الغير أن الأمر ظل لساعة طويلة خاصة وبدأت البلدية فقد شهد مركز البلدية جرفات كثيرة تحديدا بالقرب من المركز البريدية حيث باتت عديد العمارات مهددة بالانهيار التغطية كانت لمحمد حمادة طرق اللي حلو جديد هادو فوق الحي الحي السياحي زعمه دارو فيه التيف كومباكتاوه وخلوه عاد الماء أكو اللي يجي هبط عندنا هنا يا لديارنا الحمد لله أو صورتو وشفتو الضار تعوم بالماء وماشي يعني يا بركام كاين بلك دي جيزان هنا يا لديار حي كامل سيبالا برميار فوا اللي الحي تعنا هدا يتينوندا كل ما تصب شو يمطر ديرونا ديزانون ما ما نقدروش ندخلو لديارنا بسك دارو طرق داروهم في المدينة الجديدة بوزعرولا بدون دراسة سكيفي لزو بلو فيال كامل كي تصب النو تهبط علينا هنا الحي الحي تعنا هادو الأوضاع كم أقولك راهي عادة دائمة وهدو مندو سنوات درك ما قل احتجاجات دياننا كل شي مع اللجنة وكل شي وما كاش حتى صادق من طرف السلطات